والآن إلى أخبارنا الدولية حيث أكد موقع سبوتنيك المقرب من سلطات الروسية أن الجزائر قد اقتنت ساتل من تقنية عالية الجودة والذي يتم من خلاله تحديد تحركات الجماعات الإرهابية في المنطقة وأكد نفسه الموقع أن روسيا قد قدمت معلومات في وقت سابق للجزائر عن تحركات مشبوهة باستعمال نفس الساتل مكنتها من إفشال مخططات إرهابية ما جعل السلطات الجزائرية تقتني هذه التقنية